طبعاً المباراة صعبة جداً مع فرقة كبيرة أوي وفرقة يعني عندها مكانات عالية أوي لكن الحمد لله من أعتقد الشهود تاني كان الأفضلية لينا في كل مجراياته الحمد لله المباراة كانت مهمة جداً في توقيت برضو مهم جداً يعني تحديات كبيرة أوي في الفترة الحالية والسنة دي تحديداً سواء كان على مستوى المحلي في بطولة الدوري وبطولة الكاس وكان قبلها السوبر في بدايته وهنرجع على دوري الأبطال وبطولة متواجد في كسر العالم الأندية مع فرق مدارس مختلفة فالحمد لله ربما يعني مجسم مهمة المباراة الوداد انتهت الحقيقة وكل الجمهور كالعادة جيه وساند ومالة الاستاد كنت شكرت من قلبك يا بسايد مباراة الماضية مستمرين الحقيقة شققنا المغاربة الحقيقة على الأداء المميز جداً يعني اللقطة لبعض المباراة كمان لقطة في منتهى الأهمية لأنها معاني حلوة جداً حلوة جداً أي أن كان المنافسة داخل الملعب سواء كان من الفرق عربية مع بعض أو في بطولات مختلفة لكن المعدة الأصيل بيباني يعني بعد اللقاء مخلص يعني الجمهور المغربي يفضل قاعد يعني عايز يحييك أكينه بيقولك أنت كمان إذا كان الوداد خرج لكن أنت كمان معاني هنا وبتمثلونا أنا بشكرهم من قلبي لأنها لقطة لها معاني كبيرة جداً عشان كده قلنا مصرين جداً نحن وحرسين جداً نحن نحييهم بشكرهم من قلبي مش المباراة دي بس المباراة التانية وزي ما قلت لك عشان طلعاً بحب فبعد اللقاء لو هو جاي تقضية واجب هيمشي على طول لكن هو مصر يوصل لك مسج لا أنا بحبك بجد يعني وأن أنا بشجع بجد وبسنك بجند حتى لما جاء جول يعني أكينك بتعب في السادقة هيرانية أول مقابلة شخصية أو الرسمية مع ريال مدريك كيف تمثل زي المقابلة لكابتن سعد عبد الحفيز وأيضاً كمان للنادي الأهلي بشكل عام كابتن سعد أقول يعني أقدر ربنا سبحانه وتعالى فضله كبير علينا يعني شخصية الأهلي وقيمة الأهلي ومكانة الأهلي وطريقة التفكير الأهلي وقدرات لعبة النادي الأهلي ممكن ما تبقاش فنياً يعني حاجة ما حصلتش لكن لازم تعقلتك تكون تناسب المدرسة بتاعت النادي الأهلي من 11 سنة تحديداً تقريباً من 4 أغسطس 2001 كانت مباراة شرفية على بطل القرن الإفريقي وبطل القرن الأوروبي كانت ريال مدريد وبطل القرن الأوروبي والأهلي بطل القرن الإفريقي كانت مباراة شرفية فالنهاردة القدر بيجمعك على سيمي فينا هي البطولة الأغلى والموجود فيها فرع من كل القرارات كسعالم الأندية في مباراة رسمية مع بطل القرن الأوروبي وبطل القرن الإفريقي مباراة تبقى كبيرة بالتأكيد يعني فرقة مش هنقدر نتكلم غير انها فرقة كبيرة جدا 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 على مستوى العالمي شكر رحمة نكون موفقين احداث المباراة رب تخدمنا وتساعدنا باذن